حديقة دبي المتواهجة أو ما يعرف باسم دبي غاردن جلو هي أول حديقة متواهجة من نوعها في العالم في دبي وبالتحديد بحديقة زعبيل تم تصميم هذه الحديقة التي تنفرد في فكرتها من حيث المضمون والشكل سلات ورد تستقبلك عند الوهلة الأولى لدخولك الحديقة أما أزهار زنبق في هولندا فتجدها في هذه البحيرة تدور بحثا عن معجبيها هكذا تبدو الحديقة قبل غروب الشمس وتتحول شيئا فشيئا لتبدأ بالتواهج بعد الغروب انطلاقا من قمة المناخ في باريس وقمة الاستدامة في أبوظبي أتت فكرة المشروع ليكون الهدف الأساسي منه خفض الانبعاثات الكربونية من خلال إعادة التدوير الهدف من عمله في الحدائق هو تشجيع الناس خصوصا فئة العائلات على الحضور إلى الحدائق ومارسة رياضة المشي مجسم مسجد الشيخ زايد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله يحوي أكثر من 90 ألف صحن وكوب أما مجسم برج خليفة يحوي أكثر من 100 ألف علبة مياه وأدوية بارتفاع 16 متر وتوفر الحديقة العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التفاعلية وممشا طويلا يقدم المأكلات كما تعرض الحديقة تحفا لمعالم إماراتية تطمح دارة الحديقة إلى إدخالها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية الهدف في الدخول موسوعة جينيس هو عمل إعادة التدوير حيث أنه تم استخدام المواد إعادة تدويرها فنحن نحاول مثلا في عمل مجسم برج خليفة تم عمله من قلان المياه وعلب الدواء لدخول موسوعة جينيس لإظهار ثقافة إعادة تدوير وتشجيع الناس على إعادة استخدام الأغراض الموجودة لديهم كما تضم الحديقة هياكلة ومرافقة مثيرة للأطفال منها شجرة الناطقة وجنة الباندا والعديد من المجسمات المضيئة الحلوة المجسمات اللي عاملينها بطريقة حلوة تحسي طبيعية بالإضاءة كانت حلوة فيها في المجسمات شفنا الجامعة الشيخ زايد والحديقة والموسيقى اللي فيها كانت كثير حلوة ثقافة إعادة التدوير وخفض الانبعاثات الكربونية يجب أن تبدأ من المنزل جاءت الحديقة المتوهجة في دبي لتبين للعالم حرص دولة الإمارات على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على بيئة نظيفة من خلال إعادة التدوير باستخدام قوارير الزجاج بطرق تعليمية تثقيفية تخدم المجتمع والبيئة حسن الأحمدي سكاينوز عربية دبي